لو رحت لصاحبك وقال لك عنده مشكلة مرة كبيرة قلت له هذا قدر الله ابتلا أصبر أحتسب إن شاء الله تخرج منها أقول لك ليش تكلمني زي أبو أعطيني حل ما عندنا تسامح بأننا نعيش في نقطة رمادية أو في نقطة غامضة غيب ما عندنا هذا التسامح من الحساسية من غيب في علم النفس الإسلامي يبدأ من هذه النقطة ويقول إنه العلم مو بس إلا بالعقل والتجربة والمحسوسات العلم فيه وحي نستطيع منه أن نستخلص ما يحسن صحتنا النفسية أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثماني الصحة النفسية موضوع يهمنا جميعا لكن من الأشياء التي تزعجني أن هذا المجال ملي بالأفكار والممارسات الغربية فمعظم المتخصصين بهذا المجال هم إنعكاس لعلم النفس الغربي وأفكارهم طلقاته هذا الشيء لا يمكن لها أن يعمل بشكل مثالي فالنفس العربية المسلمة ليست هي النفس الغربية العلمانية فمن المنطقي ألا تعالج بنفس الطريقة ومن نفس المنهج فكيف تعالج إذن؟ أليس علم النفس أصلا منتج غربي؟ ضيفتي رفا سحاب المختصة في علم النفس وتدرس الآن علم نفس إسلامي تقول أن علماء المسلمين تكلموا في النفس وأمراضها وعلاجها قبل فرويد بمئات سنين وأن عندنا إرث إسلامي كبير ومهم في هذا المجال وأننا الآن نحاول إعادة ترتيبه وفهمه وإنشاء علم نفس إسلامي يتعامل مع الإنسان كنفس وقلب وعقل وينطلق من مرجعية إسلامية تكلمنا عن علم النفس الحديث اللي نعرف اليوم كيف نشأ وتطور الشكل والحالي وما مناطق القصور فيه اللي تجعل تأسيس علم نفس إسلامي ضرورة وكيف يتعامل أخصائي علم النفس الإسلامي مع تحديات العصر ومع عملاء وكيف يحل المشاكل علم النفس الغربي الحالي ويطور قبل ما نبدأ سونا إيميل خاص بمربع حتى نسمع منكم ملاحظاتكم وقترحات الضيوف تجدونا في صندوق الأخص تمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق فأهلاً وسهلاً من جديد أنت كنت ضيفة سابقة عندنا وكنت ضيفة سابقة في فنجان فالثمانية شايفينك المفروض ولكن الموضوع اللي نريد أن نتكلم عنه مختلف تماماً عن كل المواضيع عن كل المواضيع السابقة وإن أحس أنه غريب أنه عندك هذا العالم الكامل عن الألعاب والصحيح النفسية بعدين العالم الكامل الآخر هذا فمتى بدأ أصلاً اهتمامك بعلم النفس الإسلامي؟ ممكن سنتين أو ثلاث سنين أنا طبعاً دارس هذه علم النفس وعندي ماجستها في إرشاد النفسي ولما رجعت من أمريكا اشتغلت في هذا المجال لمدة عامين بعدين بدأت شركتي بس ما عمري خرجت منه أنا ما أعتبر نفسي خرجت منه بس خرجت منه بشكل تقليدي يعني ما كان في عيادة أو كان في دور الممارس النفسي بس طول عملي أنا كنت أشتغل في هذا المجال وأروج للصحة النفسية وأروج لعلاقات الصحيحة والصحية فما أعتبر نفسي خرجت لكن قبل ثلاث سنين كده كانت العودة أو هذا كأنه المجال دعاني من جديد له عن طريق علم النفس الإسلامي بدأت أكتشف وفي الحقيقة أنا ما رجعت له من طريق علم النفس أو هذا ممكن نقطة مهمة أنا بدأت أستوعب قبل ثلاث سنين قبل ما أبدأ كورونا أو كمان قبل بشوية بدأت أكتشف أنه فيه تراث غني جداً في الإسلام فيه له كثير من أشياء المفاهيم التي تروج للصحة النفسية وهذا التراث الجديد علي كان وكان مختلف تماماً عن كل الطروحات إذا قرأتها أو درستها فكان عندي يعني أنا بدأت عادي كنت أروح درس أو أسمع محاضرة دينية لكن بدأت أستوعب هذه الأشياء وبدأت أخذ المراجع اللي كانوا يتكلموا عنها دول المختصين في المحاضرات أو في الدروس وأقرأها لما بدأت أقرأها وأنقب فيها اكتشفت أنه لا التراث الإسلامي غني بأشياء إلا لو استثمرناها استثمار جيد في البحث والتنقيب لو جدنا أنها مروجة للصحة النفسية وتساعد على أن الإنسان يخوط حياته بطريقة أفضل علم النفس دائما نشوفه فيه نظريات موجودة بعدين فيه عيادة نمارس فيه علم النفس حتى لما نجل اسمع ضيوف اللي في علم النفس أحسيه هذه أنه فيه نظرية فيه سوي كذا سوي كذا وأشعر أنك أخذت علم النفس من منحة آخر بداية من الشركة ومن الألعاب ومن المنتجات اللي تسووها حتى الآن ثم إلى علم النفس الإسلامي فأيش اللي نظرة التقليدية لعلم النفس اللي أنت تحاول يتهرب منها؟ يعني أنا مرة أحاول أهرب منها بس هو صدف أنه رحلتي صارت كذا يعني وقدر الله أنه رحلتي تكون بهذا الطريقة هي النظرة التقليدية أنه شخص يدرس أو شيء علم نفس عام وبعدين يتخصص فيه شيء عملي لأنه علم النفس يعني في البكالوريس علم النفس ما يعطيك شيء تطبيقي فأو شيء يدرس شيء عام بعدين يدرس مجال تطبيقي سواء كان إرشاد نفسي أو علم نفس جنائي مثلا هذه من الأشياء التطبيقية أو علم نفس تربوي يدرس مجال تطبيقي في الماجستير وبعدها يروح إمارس هذه التطبيقات اللي قدموا علم النفس له في نفس المجال فمثلا إلا يدرسوا علم نفس تربوي غالبا يشتغلوا في المدرسة سواء كان في الإدارة المدرسية أو سواء كان في تدريب المدربين أو تعليم المعلمين بعدين يدرسوا على النفس إرشادي يروحوا عيادة ويدرسوا في العيادة يدرسوا على النفس جنائي يشتغلوا مع الشرطة في البحث الجنائي فهذا المجال التقليدي أنا بشكل عام كنت مهتمة في تعليم والتوعية بالصحة النفسية لأنني أول ما جيت كان ما كان المجال مزدهر وناضج الآن المجال في السعودية جدا ناضج وفيه الأشياء مرة كثيرة في كل العالم يعني صار يقارب أي مكان في العالم من ناحية الوعي في المجتمع فكان هذا يعني كان جزء كبير من رغبتي في أني مثلا أفتح الشركة يعني كنت دوبي درسة علاج باللعب وكنت أشعر أنه علاج باللعب جدا مهم ومهم جدا أنه الناس يبدأوا يلعب ولأنه فيه كثير من الفوائد النفسية والصحية وجسدية على الشخص إذا لعب فعش كده بدأت الشركة وبعدين حتى لما وسعنا الشركة ووسعنا نشاطاتها ومتركنا اللعب يعني سننسوي متجات أكثر من اللعب كانت فكرتها برضو أنه كنت أؤمن أنه في بعض المفاهيم النفسية لو يعرفها الأفراد من غير مساعدة مختص نفسي يقدر يحسن وجودة حياته فهذا العلم النفس الإسلامي الآن يمكن يعيدني للشكل التقليدي من العلم النفس لكن هذه فكرتي مدخلي من العلم النفس أنه أنا بدأت أكتشف في كتب التراث أنه واو عندنا أشياء مرة كثيرة مفروض نستثمرها من أجل صالح الصحة النفسية فعدت لول أنا لساعة طالبة علم في المجال بدرس دبلوم في المجال دبلوم علم النفس الإسلامي وبدأت تدريجياً شوي شوي أرجع للمجال بشكله التقليدي عشان أطبق الأشياء اللي أدرسها في علم النفس الإسلامي جميل أريد أن أدخل أكثر في علم النفس الإسلامي بس قبلها أريد أن أفهم منك علم النفس الحديث أصلاً بشكله الحالي كيف بدأ وكيف وصلنا إلى اللي إحنا ووصلنا إليه طيب علم النفس الحديث يعني طبعاً في ناس كثيرة يعرفوا أسامي مرة مشهورة مثلاً فرويد هذه من أحد الأسامي اللي مرة مشهورة أو مثلاً ألبرت ألس أو العلاج المعرف السلوكي كل الناس يعرفوا الـ CBT هذه من الأشياء الكلمات اللي صارت مشهورة أو مثلاً صدمات النفسية الآن صار فيه هبة على الصدمات النفسية أو مثلاً العلاج الأسري علم النفس الحديث بدأ في البداية بأكثر من حركة خلينا نقول بدأ أوش بالحركة السلوكية اللي كانت تحاول تفسر سلوك الإنسان وكانت أكثر شفت يعني أنه فيه مثير وفيه استجابة إذا سمعنا المثير أو إذا حسنا المثير تردت في عني سويها فكان بطريقة جداً ميكانيكية كانت عامل بعدين هذه الحركة الأولى لعلم الناس بعدين جاءت الحركة الثانية هي فرويد فرويد جاء بزي ما تقول مهمتين كان عنده المهمة الأولى أنه كان يبغى يخلي علم النفس علم حقيقي يعني كان يبغى يكون علم يحترم يعني زي باقي العلوم لأنه قبل حتى الحركة الميكانيكية كيف كانوا كل الناس يتعاملوا مع معاناتهم النفسية كانوا يتعاملوا مع معاناتهم النفسية بالرجوع إلى الأديان أو الثقافات يعني ولا شيء المسيحي كان يروح للكنيسة عشان تتعامل مع معاناتهم النفسية المسلم كان يروح للمسجد أو الشيخ أو كانوا يرجعوا للثقافة إيش في الثقافة؟ أي شيء في الثقافة يقدر يساعدنا بعدين جاءت هذه الحركة الميكانيكية بعدين جاء فرويد قال نحن نبغى نعطي دال علم احترام أكثر وخليه مجال أكثر علمي هذا هو الشيء شيء تاني قالني ما خليه مجال أكثر إنساني يعني نبغى نخرج من نطاق هذه النظرة الميكانيكية للإنسان ماضي وهذا الماضي يأثر عليه وبدأ يسوي نظرية على هذه النقطة وقال إنه طفولة تؤثر علينا مرة كثير وتكلم كثير بعدين بعد فرويد جاءت حركة ثالثة قالت يعني فرويد حبس الناس في دال الماضي وقال في مشكلة قال إنه صار العلم النفس صار ما هو إنساني بشكل كافي بالعكس صار في مشكلة إنه علم النفس مو مرة زي ما تقول افهم العميل وما يضبط على كل العملاء يعني حتى هذه من أبرز أوجه القصور في علم النفس الحديث إنه هو يعني قاله فرويد سوى كل نظرية على بنته وعلى نفسه وعلى الناس اللي اشبهوه يعني فقالوا لا لازم نحسن من هذا وطلعت اللي يسموها أو المجالات أو التوجه الإنسان الأكثر في علم النفس وجوه ناس كتير كارل روجرز منهم ناس سووا العلاج المتمركز حول العميل إلا هو العمين هو النقطة المرجعية الأساسية في هذه العملية وقدموا نظريات وهذه النظريات لها يعني كثير من الخير اللي قدمتوا للعالم بعدين حتى لحين بدأوا الآن ساروا يشعروا أنه في شي ناقص بعض النفس في وجه يعني وجه قصور كبير بحيث أنه ساروا خصائي النفسين أصلاً ما هم مؤهلين أنه يعطوا نصيحة مثلاً في السياق النفسي في السياق الإرشاد النفسي أو غرفة الإرشاد أنا شخصياً أنا درست في الخارج أنا مني مؤهلة أني يعطي نصيحة ولا أعرف كيف أعطي نصيحة من غير ما مثلاً أجرح العميل أو من غير ما أهينه أو من غير ما أحسسه أنه أنا مصدر سلطة جالس يتأمر عليه فإحنا منا مدربين على هذا الشي وحسوا الناس كمان أنه فيه فراغ روح شي كبير فيه شي أنت ما تعرف أنا مثلاً حالياً حتى أنا الآن أقابل عملاء ما تعرف قد إيش جوك العملاء عدد العملاء اللي يدخلو لك بيقولولك بس أبتأكد أنا صح ولا غلط ولا ممكن تقوليلي إيش أسوي وإحنا طبعاً أول شي نقول لهم هو لا أنا هنا ما عشان أقول لك إيش تسوي أنا هنا عشان أسمع منك طبعاً في دوامة مادية هو ما يسمع فيها نفسه ويتأثر فيها كثير من خارج من الإعلام وكذا بس برضو فيها قصور لأنه في النهاية عب كبير على الفرد أنه هو يقرر كل شي عن نفسه يعني أنه ما يكون فيه مرجعية أخلاقية نقدر نقول بيه هذا صح أو هذا غلط أو نقول مفروض نمشي أو مفروض نغير اتجاهنا في الحياة أو مفروض نجرب شي جديد أنا أشعر أنه وجدتها كثير في العملاء وحتى في نفسي أنا برضو جربت أني أكون عميلة عند خصائي نفسي تشعر أنه في النهاية كل شي أنت قررته بنفسك في جزء من قول في جزء من الوهم بالسيطرة أنه أنت كل شي أنت بقرر بنفسك لذلك هذا عب كبير لأنه أول شي حيجيك في طريق حتقول لنفسك أنت قررته يعني ما حتقرر أنت قررته فجاءت الحركة الرابعة اللي هي الحركة الأخيرة اللي إحنا عايشين فيها اللي هي الكثير يتكلموا عن الإرشاد اللي يسموه بالمعنى مو بس الإرشاد بالمعنى إرشاد حتى بالروحانية يسموها spiritually integrated therapy اللي هو يخلطوا في جزء من الروحانية وصار فيها كثير خركات زي المايندفولنس اللي هي الحضور والتأمل واللي هي مستوحى من اليوغا واليوغا مستوحى من البوذية هذه كلها أشياء محاولات لمساعدة الإنسان المعاصر على أنه يعيش حياة أفضل لأنه هو إنسان متعب إنسان تحمل كثير من المسؤولية الشخصية اللي مو مفروب يتحملها بين الثالثة والرابعة اللي نشر هذه المرحلة اللي عايشين فيها الآن كبشر يعني هل الحداثة تسربت إلى مفاهم علم النفس طبعا والتمركز هذا والفرد نسمعها في مفردات المعالجة النفسين اللي عندنا هنا في سعدية أنه أنا ما أحكم أنت تعرف صح والغلط حقك أنت 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 فكيف تشوف أثر الحداثة على علم النفس اللي نمالسه اليوم طبعا أثر الحداثة كبير أنا أنا يعني أستطيع أن أجزم أن الحداثة أثرت في علم النفس وعلم النفس أثر في حداثة يعني علم النفس كمجال أثر في الحداثة جدا من ناحية أنه أصل لموضوع هذا الغير موضوعية الـ لأنه كل شخص له حقيقة الخاصة كل شخص له يسموها his own truth ولا الصح والغلط حقه مرجعية الخاصة مية في المية إحنا يعني إحنا جزء مولود من هذا من مخاض الحداث علم النفس وأيضا من المؤثرين الفاعلين في تأصيل الحداث علم النفس الحالي وهذه مشكلة يعني مثل لو قرأت في كتاب زي مكتاب وهذه كلها كتب هذه هي النقطة في ناس تحسسوا لما ننقض علم النفس الحديث لكن إحنا مو أول ناس نقدنا كمسلمين يعني الناس العالم كله بإنقده ومو إحنا والناس شفنا القصور ومو من باب التطرف إحنا جسين يشوف القصور هذه أشياء موثقة في كتب ومكتوبة يعني إحد يقرأ كتاب زي مجتمع الاحتراق النفسي هذا كاتب أجنبي يكتبوا يتكلم عن كيف إنه الإنسان أصبح سجين أحكامه الخاصة يعني إحنا زمان كنا سجناء أعرافنا وأدياننا وفي عندنا حدود يعطينا هي الدين وعندنا نظام أخلاق يعطينا هي الدين وفي محظورات يعطينا هي المجتمع الآن لا إنت تحكم على نفسك وإنت تحط لنفسك المعيار وإنت تسجل نفسك في المعيار يعني إنت تحط لنفسك الهدف وإنت تجدد نفسك ونسمحها كثير في جلسات الإرشاد النفسي لما تسأليها تقولي لها إنت مثلا ليش زعلاني أنك أخطأت إلى الخطأ أو سوات إلى الخطأ تقول لك أنا ما همني يعني أنا ما همني أنا همني قدام نفسي سويت هذا الشيء فصارت نفسها هي الحاكم والقاضي يعني إحنا المشرع وإحنا القضاء اللي جالسين نسوي نفسنا فمئة في المئة طبعا الحداثة أثرت في علم النفس والحداثة وإحنا ما نستطيع يعني إحنا لما نتكلم حتى ما نتكلم في محاولات جديدة في علم النفس الإسلامي إحنا نقول إحنا ما نقدر ننسلخ من الحداثة إحنا ما نقدر نرجع لنقطة الصفر هذا شيء يعني يستحيل إحنا نستطيع أن نجد طريقة أفضل اللي نعيش أقرب لفترتنا أقرب لحقيقتنا أقرب للتشريع الإسلامي لكن إحنا أبناء هذا الحداثة إحنا أبناء هذا العصر مية في المية هذه الهواء الذين نتنفسوا للأسف هذه الموية اللي نشربها فيعني العلم النفس وليد الحداثة أن أصلنا حقيقتك الخاصة والصوبي أنا أذكر شفت مرة في تيدكس خصائية نفسية وكذا فتتكلم عن الخيانة الزوجية فتقول كل زوج غربية هي طبعاً على كل زوج أن يحدد معايير الخيانة الخاصة فيه فأنت الزوج الفلاني قد يكون الخيانة بالنسبة له هي كذا ولكن الزوج الآخر قد تكون الخيانة بالنسبة له كذا وهذا الفعل بالنسبة له هو ليس خيانة أصلاً والزوج الثالث قد يكون هذه كيف تؤثر على شعور الفرد الطبيعي أنه لازم يصنع حقيقة الخاصة هي المشكلة إيش؟ أنه أنت كفرد ما أنت ثابت ما أنت إنسان تصلب ما أنت زي الكرسي فالكرسي نصنع له شكل ودزاين ونصممه ويصير كرسي وخلاص يعني يكون في الحياة ككرسي هذه النقطة بس أنت ما أنت إنسان ثابت وحتى زوجتك أنت لم تتزوجوا وأنت عندك معيار للخيانة وزوجتك عندها معيار للخيانة وحستوا مع بعض ورحتوا خصائي نفسي ألين صار معياركم واحد للخيانة؟ طيب بكرة أنت ما أنتم منتوا جسدين في البيت وقفينها عن نفسكم الباب وكرة أنت تتحرك تخرج مجال عمل تقابل واحدة تانية تقابل واحد تاني يكلم لك عن معيار خيانة تاني تماماً زوجتك تخرج تتسمع معيار خيانة تاني تماماً تقرأ معيار خيانة تاني تماماً تتغير في لحظة تاريخية ما في تعلاقتكم أنت تتعلم لك معيار خيانة مختلف تماماً عن معيار زوجتك والآن هذا الرجل اللي أنا قد أكون أحبه زوجي ويعني متعلقة فيه ولدي أطفال منه ما أطيق الجلس معه لأنه معيار تغير أنا ما أشوفه خيانة أنا مثلاً أسوي ولسه يشوفه خيانة هو متأخر عني ونجس في دوامة ليس لدينا مشرع نعود له يقول أن هذا صح وهذا غلط فطبعاً يأثر على العلاقات وأثر حتى على أنت نفسك كفر يعني إحنا وتكلمنا بعيد عن سياق العلاقات لو أنت حدت لنفسك موضوع النجاح وهذا كلنا نسوي كل يوم إحنا أنا عندي تعريف للنجاح معين وعندي تعريف طيب أنا بكرة أشعر أني ما عندي طاقة أسوي ذلك أنا مثلاً أنا رائدة أعمال وبكرة ما يصير عندي وأنا تعريف هي نجاحة أني يكون عندي بيزنس حتى لو هذا المشروع مثلاً ما يجب لي ملايين لكن أنا مرتاحة في أني أنا أسوي ذلك من غير أي معايير أحد أنا بكرة أصحى ما أحس أنه هذا نجاح وهي نبدأ تاني مرة والإنسان الحديث هذا لإجلس في أنه يعيد تعريف الأشياء لنفسه في كل مرة من غير أن يكون له أي مرجع أنت بالمرجعية نحن نتكلمنا عن التشريع الإسلامي لأن التشريع الإسلامي في النهاية تشريع بضو دايناميك متحرك يتفاعل مع العالم فأنت بالمعايير الإسلامية سوف يكون لك إنسان معاصر خيارات مرة كثيرة داخل التشريع الإسلامي تختار منها وحيكون متعب بالنسبة لك فما بالك إلا ما عنده أي تشريع تماماً طبعاً سيكون جداً صعب جداً صعب أنا ما مت ولا اتزوجت ولا انخطفت في المكسيك في المكسيك العاصمة الصين خوكب اليابان شفتوني في المكسيك والصين واليابان وروسيا شوفنا تاريخ وثقافات وأشياء مرة جميلة وأكيد لاحظتوا إن في مواسم في السنة تكون فيها الحياة غير نشوف فيها عادات مرة رهيبة فهذه السنة في رمضان حاخذكم برحلة هذه الرحلة حتكون لسبعة دول عربية أو يمكن ثمانية حنشوف فيها أجواء رمضان ونجلس مع الناس ونسمع قصصهم وحكاويهم وأساطيرهم هلا ايه وانس يلا نصور صور ونجلس على سفرهم وناكل من أكلهم فتابعوني في رحلة مع أنس اسكندر على قناة ثمانية هذا التحرض حتى من القيود التي تبقيت واقفة في المكان رجيب الحركة الرابعة بدأت وهذا اللي الآن حتى قاعدين نشوف ونشوف مثلا اليوغا التأمل الـ الأشياء اللي تسمعها ومش تسوي كيف أثرت على المشهد في علم النفس وعلى حياة الفرد الجديد شوف اليوغا والتأمل وهذه الأشياء هذه قدمت للفرد يعني زي ما تقول مذاق بسيط من الروحانية والإنسان الحديث جدا يحتاج هذا الشيء متعطش له بأي طريقة فطبعا لما يشعر أن الفرد هو يستطيع للحظة لوحلة أنه هو يستطيع إيقاف أفكاره هذه اللي تتحرك في كل اتجاه وبسرعة خيالية وتتغير كل يوم من يوم ما يفتح الانستجرام ولا تويتر يشعر براحة وهذه الراحة يعني الإنسان الحديث يعني يقتنصها اقتناص كأنه يعني ثروة ولا ثمن مرة شيء غالب ثمن فهي قدمت زي ما تقول مرهم بسيط يعالش فيها الإنسان بيها هذا زي ما تقول التورم اللي عنده في روحه وفي قلبه فأيوة هل هي مفيدة أفادت ناس كثير لأنها هي قدمت حل لناس كثير هل لها حدود ولها جوانب قاصرة مية في المية ومية في المية تاني مرة برضو أقول لنا كمسلمين يمكن الآخرين ما يشعروا بهذا القصور لكن لنا كمسلمين طبعا نشعر فيها بالقصور لكن هي قدمت حلول أيها قدمت حلول الإنسان المعاصل لأنه أشعرته أنه مول يعني أول من أول الأشياء الأساسية اللي يقولون لك هي في الماينفولنس أنه دعا الأشياء تحدث كما هي يعني هذا أول أول شيء يخليك تتخلص منه اللي هي السيطرة الدائمة إحنا لدينا وهم والسعي محموم نحو السيطرة ما يستطيع ولا شخص إيقافه يعني حتى لو أنت تعرف أنه غير منطقي لكن ما يستطيع وحتى ما يستطيع الفرد أنه يعني أنت لو أنا بتكلم معك حتى أنت كصديق ولا تتكلم مع صاحبك يعني تبرك مجنون شيء خارج عكس التيار تماما يعني لو أنت الآن تقول لو رحت لصاحبك وقال لك عنده مشكلة مرة كبيرة محتلوا هذا قدر الله يعني يعني ابتلاء أصبر أحتسب إن شاء الله تخرج منها هتبرك أبو أقول لك ليش تكلمني زي أبو أعطيني حل إيش أسوي طيب إيش نكسب إيش الخطوة القادمة كيف مفروض أشعر حتى شعورك إذا تسيطر عليه أنا ليش زعلان مطول أنا كثير من ناس يقولولي طيب خلاص قدر طيب أنا ليش مطول زعلان نبدأ نسيطر على كل شي فالمعينفونس جات قالت لا خلي الأشياء تسير زي ما هي يقول لك خلي الفكرة تمر أمامك وهذه من الكلماتك كثيرة تسمعها في المعينفونس أو في الحضور الذهني أو التأمل الذهني لأن الإنسان يحتاج إلى إحساس بأنه لا يستطيع سيطر على كل شي لا يستطيع سيطر على كل شي يحتاج الإنسان الآن الآن استوعب الإنسان أنه هو يحتاج إلى قوة أكبر منه وفي خارجه خارج نفسه تسير له الأمور فكذا مع المعينفونس أو الحضور الذهني جات أشياء بعضها فيها مشكلة اللي هي مثلا الطاقة الحجار الكريمة استخدام أشياء لأن الإنسان يحتاج يقول لك حطي هذه الحجر الكريم عشان ينقي لك المزالة الطاقة حقه ورفتك وأنا ما بدأ أدخل في نقدها ولا في إش رأيي فيها أصلاً أنا مني متبحرة فيها لكن هذه كلها علامات إنه الإنسان يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى إدارة خارج ذاته القاصرة المحدودة يحتاج إنه يوكل أمره أو يترك الأمور لشيء خارج نفسه لأنه تعب من إنه هو يسوي كل شيء بنفسه هل علم النفس يتأثر بالجغرافيا يعني اللي يشتغل في أمريكا ممكن يشتغل في السعودية ولي يشتغل هنا ما يشتغل هنا وهكذا طبعاً هو يتأثر بالجغرافيا لكن علم النفسه بصورته الحالية هو علم نفسه غربي العلم النفسه المعاصر فهو يتأثر بالجغرافيا إلى حد ما بس إحنا أدوات اللي بنستخدمها والنظريات اللي بنستخدمها هي كلها غربية بحتة والعالم أصبح الغرب يعني يقال أنه العالم أصبح الغرب كلنا صرنا واحد شيء يعني أنا إلى الآن أتذكر مثلاً قبل مو كثير يعني قبل عشر سنين من الآن أول ما جيت من أمريكا يعني هذا قبل تسعة سنين أو تبنية سنين كنت لما أجلس مع الغملاء يعني فيه شوية خصوصية ثقافية فيه شيء تأحس أنه قدامي سعودي غير إذا درسته في أمريكا لكن الآن لا يعني قدامي نفسه بذات الأطفال إذا جيت مع طفل نفس الطفل إذا كنت أجلس معه في أمريكا نفسه تماماً يعني 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 يعد تقريباً كأنه نفس الأم والأب يعني فيه فروقات جداً بسيطة فالعالم أصبح الغرب يعني لكن بس هذا كيف صار الطفل اللي عايش فيه جدة مثلاً كيف صار عنده مشاكل الطفل اللي عايش فيه نيويورك؟ لأنه هو يتفرج نفس الميديا يتفرج نفس نتفلكس يتفرج نفس اليوتيوب يتابع نفس المشاهير عنده نفس الهموم والقلق لأنه هذا القلق صنعوا مين؟ صنعوا المؤثرات اللي هو يتفرج عليها يتناقش نفس النقاشات مع أصدقاءه يعني يمكن فيه أشياء جداً بسيطة يعني الفروقات جداً جداً بسيطة لكن الفكرة الأساسية يكون عندها نفس الفكرة الأساسية عند الطفل يمكن تجلياتها في الغرب تكون أحد لأنهما هذا بس تجد لما تطالعوا لكلامه تجد أنه وراها نفس الفكرة اللي عنده الطفل اللي في الغرب لكن طبعاً فيه خصوصية ثقافية ونحن ندرسها في علم النفس الحساسية ثقافية هذه أحد العناصر أو الأدوات اللي لازم يتمرس فيها الخصائي النفسي وهذا برضو أحد أسباب النقد اللي علم النفس الحديث يعني مثلاً السود في أمريكا لهم دور كبير في نقد علم النفس الحديث لأنه والله صحي على نفسه ما اكتشفوا أنه كل نظريات علم النفس الحديث أو 90% منها تشكلت وتبلورت وبحثت على ناس بيض من أصول أوروبية يدرسون في جامعات أمريكية من طبقة متوسطة اقتصابياً فهذه يعني جداً عينة محدودة جداً لا تمثل ولا شيء من العالم يعني ما عرف كم تمثل من العالم بس يعني أنا أجزء ما زيت 5% من العالم وهذه النظريات جات وتطبقتها لكل العالم فأيوة فيه فيه فرق جميل علم النفس الإسلامي كيف أو إيش طريقته اللي يحاول فيها يحل هذه المشكلة ويسد الثغة؟ طيب علم النفس الإسلامي أول شيء هو علم نفس يعتبر حديث يعني جديد بمعنى أن المحاولات فيه لم تبدأ من زمان مرة يعني اللي يعتبر أبو علم النفس الإسلامي اللي هو دكتور مالك بدري هذا يمكن من السبعينات فيعني ما نقدر نقول أنه هذا علم يعني بصورة المعاصرة يعني ما نقدر نقول أنه هو علم قديم فهو وجد فيه يعني دكتور مالك بدري وجد أنه بتعبيره هو أنه علم النفس المعاصر هو ويتبعون حذوة القدة بالقدة حتى إذا دخلوا جحر ضب فهو يرى أنه إحنا دخلنا جحر ضب يعني في علم النفس إنه هذا شيء غربي ويعالج والنفس المسلم وليس تكون زي النفس الغربية ويعني منطلقاته ما هي إسلامية ففي مشكلة كان يرى أنه في مشكلة فهو أول من كتب كتاب في السبعينات اسمه The Drama of Muslim Psychologist أو مشكلة الخصاء المسلم أو العالم النفس المسلم فهو أول من بدأ فهي محاولة علم النفس الإسلامي الآن الحديث إنه كأنه نرجع من الصفر نشوف منطلقات الإسلامية إيش المنطلقات الإسلامية؟ يعني إيش نظرية المعرفة الإسلامية؟ وهذه يمكن شوية حتى تسمعوا مصرحات تقنية لكن مفيدنا نفهمها يعني على سبيل المثال كيف تعرف إنه هذا الشيء علم؟ يا حاتم قل لك كيف تعرف إنه هذا الشيء علم؟ يعني ما نقول لك هذا الشيء علمي كيف تعرف إنه هذا الشيء علمي؟ ما أعرف نقولي لي فعلا أغلب الناس لما يقولوا على شيء علمي يقولوا أنه درس تجريبي وقبل التكرار ودرس إيو وموجود بحث يعني إحنا الناس العاديين لما يقرأوا إنه سار بحث عليه في جامعة فلانية في عدد من المثال نعين يقولوا هذا الشيء علمي ويقولوا إنه يعني نستطيع أن نقول علمي إنه هو شيء لا يعرف بالعقل وبالمنطق وبالتجربة هذا لنستطيع أن نقول عنه العلمي لما نتكلم بس غير كذا هذا أي شيء آخر هو غير علمي فهذه النبارة اللي إحنا نلبسها عشان نقول هذا علمي ولا غير علمي علم النفس الإسلامي إيجي يقول لا هذه النبارة نبارة غربية ونبارة جداً مختزلة تختزل العالم كله في عالم مادي جداً يعني بس في الأشياء اللي نقدر نمسكها ونقدر نشوفها وبس ونقدر ندرسها بالورقة والقلم وهذا هو لكن العالم ما هو بس كذا العالم مو بس مادي تتعرف أنه إحنا العالم الآن في هذا الأشياء المادية اللي حوالينا الكرسي الطاولة الفريق التصوير لكن برضو في عالم آخر إحنا ما نشوف اللي هو عالم الملائكة عالم الغير الآن معانج ما نقدر نقول ما في ملائكة الآن ولا في عوالم أخرى في عوالم غير مادي في علم النفس الإسلامي يبدأ من هذه النقطة ويقول أنه العلم مو بس إلا بالعقل والتجربة بالمحسوسات والمحسوسات العلم فيه وحي فيه وحي وهذا الوحي اللي هو القرآن والسنة نستطيع منه أن نستخلص ما يحسن صحتنا النفسية فما نحتاج نقول زي فرويد والله علم النفس علم عشان نجاب التجربة وعشان سألت نظر إياه نقدر نقول فيه شيء اسمه عن نفس إسلامي يأخذ من القرآن والسنة رضيته ولا ما رضيته هو يرى أن القرآن والسنة مصدر يعول عليه في إصلاح أنفسنا وفي تحسين حياتنا وفي تحسين جودة حياتنا فهذا المنطلق الأساسي أو الفكرة الأساسية اللي ينطلق منها علم النفس الإسلامي هو وللأسف للأسف فيه تحسس كبير على هذه النقطة من المسلمين أنفسهم أكثر من الغرب أنا لو أتكلم هذا الكلام هذا الكلام لو قيل لي قبل خمسة سنين كان أنا رفضته أنا رفعه لأنه كنت حشعر أنه لا صح القرآن والسنة شيء ممكن نستلهم منه ممكن بس في النهاية في النهاية لازم التجربة لازم هذا علم غير هذا نظرية غير فإحنا في حرب داخلية مع أنفسنا ما في أحد بيقول لنا لا تأخذوا من الإسلام لكن إحنا من أنفسنا صعب علينا أنه نأخذ من الإسلام من القرآن والسنة فهذا العلم النفس الإسلامي يجي من هذه النقطة ويقول لك أنه يقول لك أنه في قرآن والسنة نقدر نأخذ منهم ويقول لك أنه الإنسان ينظر الإنسان بطريقة شمولية ليس بطريقة مختزلة زي علم النفس الحديث لأنه علم النفس الحديث إلى الآن ينظر الإنسان بطريقة جدا مختزلة ينظر الإنسان على أنه عقله فقط بعض الحركات تنظر على أنه مشاعره فقط لكن علم النفس الإسلامي ينظر على الإنسان أنه هو عقل وأنه هو روح وأنه هو قلب وأنه هو نفس وأنه هو جسد حتى علم النفس الإسلامي حتى يهتم بجسدك يهتم حتى بأعضائك حتى يعني علم النفس الإسلامي بعض المختصين فيه الآن يقولوا أنه حتى كلمة الصحة العقلية والمنتهى هذه كلمة جدا اختزالية نفضل ما نستخدمها لأنه الصحة العقلية معها تتكلم بس عن صحة عقله العلم النفس الإسلامي هو أكثر نظرته شمولية نظرته ما هي اختزالية نظرته غير مادية نظرته تنظر إلى الوحي ككتاب السنة كمصدر علمي لكن لا يرفض أدوات العلم الحالي جميل هنا تقالي للمنطلقات والأدوات ونرجع لهذه ولكن في سؤال المرجعية فأنا إذا أنا بكون عالم نفس الإسلامي عندي القرآن والسنة المرجع الثابت اللي أنا أستقي منهم زي ما قلت رضيته أو ما رضيته المقابل الحداثي الغربي يزعم أنه ما عنده هذا المرجع هو علمي فقط علمي هل هو كذلك علمي فقط علمي لا كيف؟ يعني أنا ما أضغى أزعل أحد بس هذا الشيء يعني في المجال علم النفس في الغرب ما هو هنا يعني ما عندما يتحسس منه يقولوا لك أنه في مشاكل كثيرة في هل هو علمي من جد علمي ولم علمي كان هو موضوعي قبل القياس وإعادة التكرار وكانه فيزياء لا هو موضوعي فيزياء يعني حتى في الغرب عارفينه هو موضوعي فيزياء هو أنا أستطيع أقول أنه هي إلى الآن من أنجح المحاولات البشرية لمساعدة الإنسان هي فيها فلسفة أكثر من علم تجربية علم النفس الحديث فيه فلسفة أكثر من علم التجربية هو مهو منسلخ من ثقافته هو متأثر بثقافته ثقافة الغرب أن لا يكون لديك مرجع هذه ثقافة لوحدها أنك تقرر أن لا يكون لديك مرجع هذا قرار بشري فبالتالي هل هو شيء خارج أو منسلخ من الثقافة الغربية؟ هل هو شيء زي البيولوجي زي الأحياء زي جسمك فلنستطيع أن نقول كل الناس عندهم قلب وعندهم جهاز هضمي لا ما هو نفس الشيء ما نقدر أن نقول نفس الشيء لكن أنا أبا نوه أنه فيه خير كثير والمؤمن وهذا جزء من اعتقادات علم النفس الإسلامي أنه جزء من تشريعنا وجزء من إيماننا كمسلمين أنه الحكمة ضالة المؤمن وإيش يعني ضالة المؤمن؟ إيش الضالة؟ الضالة شيء ضائع معناته كان في أحد مالك لها سابق يعني ضالة المؤمن أينما وجدها هو أحق الناس بها فإحنا مطالبين نستفيد من الغرب والمسلمين لم يكن لديهم في التاريخ الإسلامي كله أي مشكلة من التعلم يعني كل الكتب اللي الآن أنا جمع وتلقى انبهرت بيها قبل ما أدخل بشكل أكاديمي في علم النفس الإسلامي هي كتب عادي استفادت من الغريق واستفادت من يونان واستفادت من فلاسفة المسلمين لم يكن لديهم مشكلة أنهم يستفيدوا ويتلاقحوا الأفكار مع الثقافات الأخرى لكن برضو ما كان عندهم أي إحساس بالضعف وأي إحساس بأنهم يحاربوا أنفسهم كانوا معتزين بما لديهم كانوا يدرسوا الأشياء التي يجي وكانوا يشوفوا إيش اللي موافق مع الإسلام وكانوا يحسنوا عليها ويطوروا عادي كان نتاج فكري عادي بشري يتفاعل مع العالم مثل أيش الكتب هذه التي تفاجأت فيها في التراث الإسلامي القديم يعني أنا مثلا أنا بدأت بصراحة في مدالج السالكين وهو كتاب سلوك يعد من علم تسكية النفس وأنا ما أنصح فيه للعامة هو كتاب شوية صعب قراءته لكن في الأشياء كثير وجدت أنها كأنه يتكلم عن اليوم وفي الأشياء حلول لمشاكل اليوم بعدين مثلا زي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي كتاب مدالج السالكين هو للإمام الهروي وهذه كانت شرح لابن قيم فيه كثير كتب وبعدين لما برضو تبحرت وجدت أصلا مثلا اهتمام المسلمين بعلم النفس اهتمام جدا قديم مثلا إذا شفت زي كتاب البلخي مصالح الأبدان اسمه مصالح الأبدان والأرواح هذا يتكلم عن أشياء عن علم النفس البلخي كان يعني دياجنوسة زي ايو ايو كان فيه أشياء بعضها تشخص بعض الأمراض النفسية اليوم عندنا البلخي يعني فيه كتابه فالمسلمين من زمان كان عندهم مهتمام بعلم النفس وهذا ليش كان عندهم مهتمام بعلم النفس يعني ما هو شيء غرب يخترعوا لنا هو أننا نطالع في نفسنا ونفكر إيش سوينا والحلل نفسنا هذا شيء يعني من الإسلام وحتى يعني وفي الآفاق ونبين لهم في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق لما منه فيه آيات في أنفسنا وفي الآفاق أفرض نتأمل فيها يعني فأيوة يعني هذا شيء ما هو بس غربي في البحث اللي الدكتورة راني عواد كانت يعني تزعم أنه ما قبل فرويد بمئات السنين طبعا في كتب الإسلامية نفسية تشخص سلحة نفسية إيش قصة البحث اللي سوته؟ الدكتورة راني عواد من الناس المهتمين بالتاريخ العلم النفس يعني بتاريخ علم النفس يعني هي جزء تاريخي بحث ووجدت التشاكل فيها يعني من شاء الله وجدتها مثلا تشخيص اللي الآن ما نسميه البانيك أتاك أو الطراب الفزع أو يسموه القلق وجدت موجود في كتاب زي كتاب البلخي موجود شرح له كامل يعني أنه كيف يوصف أنه كيف الإنسان يفزع وأنه يشعر أنه لا يستطيع أنه يتنفس وبعدين كيف يهدي نفسه وهذا يعني وجدته موجودة في كتب وهي يعني كانت يعني زي ما تقول مصادفة مرت على هذا البحث لكن بعدين لما أعرضتوا على دكتورة راني عوادي الدكتورة في ستانفورد بجامعة ستانفورد طبيبة نفسية ما هي خاصة نفسية في الطب فبعدين لما أعرضتوا على زملائها إلا مختصين في اضطرابات القلق فوجئوا جدا هما يعني أصدقاءها ما هم مسلمين أمريكان فوجئوا جدا قالوا لها إحنا نزعم أنه هذا بس اكتشفناه قبل كم سنة يعني مئة سنة يمكن أنت بتقولي هذا الكلام من زمان قبل يعني مئات السنين فلما حاولت تترجم وتنشر ونشرته ففي كثير وغير كده وجدت أشياء كثيرة مثلا وجدت عن المستشفيات النفسية في العالم الإسلامي يعني جدا متقدمة يعني جدا متقدمة يعني وجدت أنه في مستشفيات نفسية فيها حكاواتية وهذا علاج سردي الآن وفيها علاج بالموسيقى وفيها كانوا حتى المريض النفسي إذا دخل المستشفى كان في بعض البلدان الإسلامية يعطوه راتب بعد ما يخرج من المستشفى عشان يساعدوه على إعادة حياته هذا اللي الآن في المجال النفسي يعرف قد إيش مرة صعب لأن الإنسان لما تجيبه نكسة نفسية هو عنده اضطراب نفسي وإدخل المستشفى قدشت يوقف حياته وقدشت حين أخسروا وظايفهم وبعدين صعب تاني مرة يعيدوا حياتهم من جديد وجدت أنه في المستشفى النفسية كانوا لأ عارفيني أنه هذه مشكلة فكان إذا دخل المستشفى بعد ما يخرج من المستشفى يعطوله راتب وكانوا يعينوا ناس يجو يزوروهم عشان يحسنوا من نفسيتهم فوجدت أنه تاريخيا إحنا وجد يعني كان إلى وقت قريب جدا كان فيه تقدم كبير في علم النفس في العالم الإسلامي وفي لحظة تاريخية ما وقفنا هذا التقدم بس ليش كان فيه تقدم وهي درست كل مو بس درست نطاق الأطباء يعني درست الأطباء إيش سووا ودرست الفلاسفة إيش سووا المسلمين ودرست حتى علماء الدين المسلمين إيش سووا ليش كان فيه استهار في علم النفس لأنه كلهم كانت منطلقاتهم القرآن والسنة وكانوا يعرفوا أنه في القرآن ربنا كان يطلب مننا أنه نتأمل في النفس وما كان فيه هذا الفصل بين العقل وبين الروح زي الآن ما كان فيه فصل بين العالم المادي والغير المادي فعادي تجد طبيب زي الرازي هو طبيب يعني كتب كتاب ولا ابن سينة كتب كتاب في الطب رهيب وتكلم عن الجراحة وكذا عادي نتأمل في الروح وفي القلب وفي النفس ما هو بس والله حق الغصاء النفس أو حق رجل الدين عادي تلاقي رجل دين يتكلم عن النفس وعن الروح وتكلم عن أشياء في الجسد وعادي تلاقي فيلسوف يتكلم عنهم كلهم لأنه ما كان فيه هذا الفصل هذا الفصل حصل حديثا هذا جزء من العالم المادي تتكلمي دائما عن المنطلقات والأدوات أيش الفرق بينهم وكيف نفهم هذا الفرق في علم نفس الإسلامي طب المنطلقات هو من الأساس الإطار المعرفي إلا من منه نطلع الأدوات يعني يعني من يعرفه كيف أدور خلينا أدور تعبير يمكن أو تشبيه سهل يعني ما نقدر نقول غير أن المنطلقات هي كأنه الموية اللي نسبح فيها والأدوات هي مثلا العوامة أو المهارات اللي حقية السباحة بس الأساس هي الموية اللي نسبح فيها فهذا مطلقات شيء أساسي المنطلقات هي بطريقة غير تلقائية تخليك تحكم هذا صح ولا هذا غلط فهذه هذه المنطلقات أدوات لا أساليب إجرائية تستخدمها مع العميل يعني مثلا إحنا عندنا مهارات مثلا زي في في العلاج النفس السلوكي اسمه الغمر أنك تخلي المريض أو الإكسفوجر تخلي المريض يقابل مخافه مثلا إذا كان خاف من بس تجبله بس تحطها في أو قطوة أو ايش تسموه تحطها تحط في عبها فهذه آداء في آداء وفي منطلق علم النفس الإسلام الآن إيش اللي جالس يصير بما يخص المنطلقات والأدوات الأيديل أو المثال الصورة المثالية اللي نتمناها كلنا أنه نصنع أدواتنا الخاصة التي تخرج من منطلقاتنا الخاصة يعني من الأساس نؤسس نظريات وهذه النظريات فيها أدوات وفيها أساليب من منطلقاتنا التي هي منطلقاتنا الشمولية على غير اختزالية إلا تأتي من القرآن والسنة إلا تحترم الإنسان بكامل أشياء ونصنع منها أدوات هذا الصورة المثالية هذا السح في البدايات تمام الآن أسس نظريات دكتور عبدالله روثمن هذا دكتور أمريكي مسلم من أول نظريات التي سواها في إش يعني نفس أصلا في الإسلام ومراتب النفس فقال في نفس وفي روح وفي قلب وبدأ إشرح هذا الشيء ومسلا دكتور خالد جابر طلعت على كل أعمال ولكن أيضا جالس يؤسس لنظرية من داخل هذه المنطلقات ويصنع منها مثلا أدوات سدكتور عبدالله روثمن ما سوا أدوات فهذه الصورة المثالية التي نتمنى أنه نحن نوصل لها لكن في طريقتين أخرى أو اتجاهين أخرى ممكن نشتغل بها الآن في طريقة أنه نشوف إيش فيه في العلم النفس المعاصر أصلا لا تعارض قيمنا الدين ولا تعارض منطلقاتنا يعني إذا تكلمنا عن علاج المعرف السلوكي ما في شيء في العلاج المعرف السلوكي يعارض قيمنا ويعارض منطلقاتنا الأساسية هو صح يتكلم للعقل بس هو إذا الأخصائي نفسي أخده هو يعرف أنه يختزن إنسان في العقل فاستخدمه بس للعقل يعني يكون هو واعي أنه جالس فقط يستخدمه للعقل وأنه في جوانب أخرى للعميل اللي قدامه والعميل اللي قدامه مبس عقله فإذا عنده وعي يستطيع أنه يستخدم هذا العلم يأخذ أدواته ممكن حتى يحسم فيها يعدل فيها بحيث أنه مثلا إذا تعرف في العلاج المعرف العقلاني إحنا نحاجج أفكار العميل هذه فكرة أساسية في العلاج المعرف العقلاني إحنا نحاجج أفكار العميل فممكن نستخدم في المحاججة القرآن والسنة أنت أخصائي نفسي مسلم طبعاً بموافقة العميل والعميل يعرف أنك أنت أخصائي نفسي لك مرجعية دينية ممكن تستخدم في المحاججة القرآن والسنة على سبيل المثال فهذا برضو جانب تاني وبيشتغلوا عليه ناس كثير يسموه تيب أبروج ترديشنالي انتغريتد ثرابي اللي هو العلاج النفسي اللي يستخدم المنطلقات التقليدية والعلوم التقليدية والعلوم الإسلامية فهذا جانب بيشتغلوا عليه ناس وفيه من خير الكثير فيه جانب تالت اللي هو والله يشوف العلم النفس المعاصر ويقول لك هو أصلاً إسلامي يعني أن يصلح الإنسان نفسه هذا أصلاً إسلامي ما يحتاج لا أفكر في منطلقات ولا أفكر في أدوات هو أصلاً إسلامي ويستخدمه ممكن إذكر ربنا يعني أنت تعرف أنت مستمفنا ممكن نذكر ربنا ممكن نذكر الدين بس هو في الأساس لا يرى وهذه خصوصاً إذا كنا في بلد الإسلام وبلد محافظة برضو ما فيها من الشر الكثير يعني إذا هو استخدم هذه الأدوات إلا ما فيها أي خلل أو مشكلة وأنا أشوف كثير من الناس مثلاً يخافوا أوه العلم النفس الإسلامي حيجي وخلينا نرمي الأشياء الثانية اللي دوبنا أخذناها واللي كويسة في الزبالة أصلاً ما صدقنا الناس دوبهم يروحوا لخصائي النفسين هذا الكلام أسمعه مرة كثيرة لا العلم النفس السائم ما حيجي ما حيجي يهدم ما سبق هذا أصل ما هو ما هي روح الإسلام تهدم ما سبق يعني إذا كان فيه خير لن يهدم ما سبق عطيني أمثل يعني الآن إذا أنا عندي مثلاً قلق وجودي عندي كمشاكل في حياتي وفيه الطبيب الأول وطبيب الثاني اللي يمارس بين النفس الإسلامي واللي جاي من أمريكا جاي بالأمريكا إلى هنا عملياً أنا ثاني مرة أقول لك أنا ما هاكذب يعني ها أعترف بتواضعي إلى الآن هذا العلم جداً يعني جداً جديد وليس فيه أدوات كثيرة عن النفس الإسلامي ما هاكدر أقول لك أنه فيه أدوات هاستخدمها معاك بهذا الطريق لكن أول شيء من الأشياء الأساسية اللي يسويها علم النفس الإسلامي للشخص اللي بدأ دارس فيه أو طالب علم فيه إنه أصلاً يغير نفسية نفس المرشد النفسي يغير نظرة المرشد النفسي نفسه يغير حضور المرشد النفسي نفسه فعلى سبيل المثال علم النفس الإسلامي أي أحد يدخل فيه يطالب المرشد النفسي إنه يعمل على نفسه ويشتغل على نفسه ويطهر نفسه ويزكي نفسه ويعني يشتغل على نفسه دائماً بحيث إنه دائماً يروح هو بنفسه يروح لخصائي نفسي هو بنفسه يكون عنده رفيق أو أخه في الله يكون ينصحه دائماً ويكشف له عيوبه فانت حتقابل شخص مختلف أخصائي نفسي هذا أول شيء إنه الشخص اللي هيكون جالس قدامك حيحاول يكون مختلف تماماً هذا شيء الشيطاني هو هذا كأخصائي نفسي هو لا يرى نفسه أنه سيصلحك هو يؤمن إنه هذه المساحة هي مساحة علاج وأن الله هو الشافي فيها وأن الله هو الحكيم وأن الله فهو أصلاً متواضع مقارنة بعلم النفس الغربي أو أخصائي الغربي هو متواضع في معرفة حدوده وقصوره فهذه نقطة جداً مهمة من أحد أما الخصائي النفسي اللي بتكلم بغربي وأنا ما أقول حتى ما أتكلم عن النفس السعودية أنه فيه كثير من النفس السعودية اللي يتعاملوا وما درسوا عن النفس الإسلامي هم أصلاً بنفسهم محافظين وهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم أصلاً نزكون أنفسهم لكن إلا يتبنى نظريات غربية ما هو مطالب أن هو يصلح نفسه ونظرة ليك دائماً فيها قد يكون فيها اختزال بشكل أو بآخر يعني إذا كان هو مثلاً مرجعيته علاج نفس السلوكي حيطالع لك أنه كل مشاكلك قلقك كله يدور من أفكارك أو إذا كان مرجعيته مثلاً فرويد والتحية النفسي حيث أنه كل قلقك مرجعيته طفولتك إذا كانت مثلاً دارس مثلاً يرى أنه كل قلقك يعود إلى نظرتك للحياة أو الحكاية التي تحكيها نفسك فهذه هي فيه أدوات بعض الأدواتي عن الدكتور خالد جابر أعرف أنه هو مسوي أدوات بس أنا لم أطلع عليها إلى الآن لكن أدوات الموجودة حالياً ما هي كثيرة في حالياً الإسلامي هنأمل أنه نصمع أدوات أكثر وأقرب لمرجعياتنا أو مطلقاتنا الإسلامية في المستقبل دائماً المعالج النفسي الغربي الطبيعي عنده أنه ما يحكم أنا ما أحكم عليك ما أحكم نفس فكرة هذيك كل واحد عنده تعريف للخيانة خاصة هل المعالج الإسلامي يحكم من مطلقات الإسلامية على العميل؟ لا ما يحكم يعني برضو المعالج يعني معالج الإسلامي غير مخولة إنه يصدر أحكام إنه هذا شخص جيد أو شخص سيء أو مثلاً إنه هو مثلاً الشخص اللي قدامه بشكل يعني صارم إنه هو مخطئ أو جالس يعيش حياة فاضلة وواحد تاني لا مخبص الدنيا لا هو ما لأنه هذا أصلاً ما هو من ديننا يعني فكرة إنه أنا أحكم إنه أنا أفضل من شخص وهذا الشخص سيء وهذا الشخص هذا ما هو من ديننا يعني حتى لو كان هذه الواقع أو هذا الواقع المعاش إنه أشخاص رجال الدين أو الناس اللي يظهر عليهم الالتزام إنهم هم يحكم بس هذا ما هو شيء من دين أنا إنه أنت تحكم يعني إذا قرأ مثلاً فقها أنا معروفة إنها المنكر لماما غزالي يقولك ما أنت ما تحكم حتى على الكافر إنه كافر ممكن يسلم ويحسن إسلامه حتصير تاخد ذنب إنك في لحظة تاريخية ما يعني سبيته وفسقته أنت ما تحكم إلا من ثبت فسقه ومات يعني خلاص مات تقدر تقول إنه هذا خلاص كافروا وانتهينا منه فهذا أصلاً غير خارج من منطلقنا الإسلامي بالإضافة إلى إنه الأخصائي النفسي المنطلق الأخصائي النفسي له مرجعية دينية أو مرجعية إسلامية يعمل من منطلق إنه كل شخص في هذا العالم حتى لو كان ما هو مسلم لذيه يروح هذا الروح هذا أمر ما هو خاص بالمسلمين يعني هذا أمر خاص بالبشرية يا جماعة إحنا نولد بالروح وروحنا تولد قبلنا وهذا الروح شهدت بأن الله يعني هذا الروح مؤمنة بطبيعتها وبفطرتها هذه الفطرة وهذا الروح هي أصلاً طيبة بشكل خالص إن هي شي جيد أنا حتى لو أقدر كخصائي نفسي مسلم أقدر أشوف إنه مثلاً لقدامي قد يكون ماشي في اتجاه غلط أو مثلاً طريقة الحياة إختارها ما تساعده في الحياة أو لا تزيد من جودة حياته وعندي طبعاً مرجعية عندي مصطرة تقولي أشياء صح وأشياء غلط بس ما أقدر أصدر أحكام أو أتعامل مع الشخص اللي أمامي على إنه هو شخص مثلاً أنا أفضل منه وهو ناقص أو هو سيئ هذا ما أقدر منه لأنه حتى لو أنا جلس أتعامل خصائي نفسييني يتعامل مع كل الناس ممكن يتعامل مع كافر أنا خصائي نفسي مرجعية إسلامية مسلم سيكولوجست ممكن يجيني أحد كافر وأنظر له بهذه النظرة عندي هذه الرحمة يعني الرحمة اللي هي جزء أساسي من ديننا اللي تسمح لي أني أشوف هذا الشخص اللي قدامي أشوف بشريتي حتى فيه يعني هذا الشخص أنا يعني جزء من معرفة دور الخصائي النفس المسلم زي ما متلك إنه هو يزكي نفسه ويعرف حقيقة نفسه يعني هو يعرف نفسه إنه هو أصلاً ناقص هو كخصائي نفسي أصلاً ناقص وهو كخصائي نفسي هو يخطئ وفيه له أشياء كثير بشرية وفيه أشياء لا يحسنها وفيه أشياء يتعف فيها ويعاني فيها فلي قدامه نفس الشي بس فيه له جزء مرة كويس هي روحه هذه اللي تعرف ربنا واللي قريبة من ربنا إلا صح ممكن عليها تراب وغطاها أشياء كثير دنيا وحداثة وحياة معاصرة بس فيه هذا الجزء الطيب فيه كلمتي في البداية عن رغبة الإنسان الحديث في السيطرة وشعوره الوهمية أنه هو يسيطر كيف يعالج علم النفس الإسلامي وهم السيطرة أنا زي ما أردتك أدوات الآن إلى الآن حالية معنى الأدوات ممسوكة لكن من بداية زي ما أردتك من حضور الخصائي النفسي من حضوره فقط جلسته الخصائي النفسي لمرجعية الإسلامية هو يعلم أنه لا يستطيع السيطر على مثلاً غرفة علاج النفسي لا يستطيع السيطرة على رحلة الشفاء حقتها على العميل اللي قدامه لا يستطيع السيطرة على نظرة العميل لنفسه أو ما يستطيع هذا الشيء من بداية هو لا يستطيع السيطرة له بس حتى العميل إن شاء الله تستطيع السيطرة على الأدوات وطريقة نستطيع بها نوصل لهم إلى لغة نستطيع أن نوصل بها إلى العالم محدوديته ونقصه وإذا نتكلم عن الإسلام بشكل عام إيش يقدم حل هذا ما ستتوكل ستريمان بالقضاء والقدر ما ستريمان بالغيب هذه كلها أشياء يعني الإنسان المعاصر من أشياء اللي يعاني منها إنه عنده قطيعة مع الغيب يعني لا يستحضر أغير في حياته وبالتالي ما يستوعب إنه مثلا إذا صلوا شيء إنه هذا الشيء اللي جالس يصله في عالم في الغيب هيأله وشكله وخلاه يعيشه ما يستوعب هذا الشيء هو يشعر مسكين يعني إحنا مساكين بأننا نحس إنه لا والله كل شيء مادي كل شيء يمنطق كل شيء أنا أستطيع أجد له سبب وحل سبب وحل كل شيء يعني اللي يروح لأخصائي نفسي من الأشياء اللي يعني يعني يعاني منها يصير دائما يحب إشرح الأشياء هذا يعني جزء من السيطرة إنه أنا أفسر الأشياء ليش صار هذا فكل شيء له سبب ولو حل سبب مادي ولو حل فبالتالي يعني هذه القطيعة مع الغيب خلتنا زي مجانين يعني أنا قابلت ناس يعني يعانوا من ابتلاءات عظيمة يعني يعني محدودية معينة في أطرافها تقول السبب أنا لأن أنا قبل ما أحمل كنت أفكر في الناس كذا يعني في تفسير لا تمسكه نحتاج هذا التفسير لنمسكه حتى لو كان تفسير مؤذي حتى لو كان تفسير ضدنا يعني هذي الأم يعني إيش فيه شيء أكثر إيذاءاً من أم تحس إنه هي سبب إعاقة بنتها لكن هذا بالنسبة لها أحوى من إنه والله لس كده أنا من ابتلاء ربي حبني وابتلعني ربي بيخليني أفضل من ابتلاء ما نقدر هذا التفسير ما نقدر نستحمله على أطار الغيب دائماً في مشكلة العين والسحر والشياء الغيبية اللي يجعل من نفس الحديث يحاول يعني إلى حد ما ينفيها تماماً فكيف يتعامل العلم نفس الإسلامي مع هذه المواضيع الغيبية في الإسلام؟ طب أول شيء علم نفس الحديث يعني له حق أنه يشعر بصعوبة تقبل هذا الأشياء لأنه في الحقيقة هذه المفاهيم برضو أخذت بشكل متطرف إلى درجة أنه أجلت كثير من التدخلات اللي كان يحتاجها العلاجية اللي كان يحتاجها ناس كثير مثلاً مسأة السحر مثلاً أو العين حتى مثلاً مسأة العين عرقلت يعني رحلة علاج ناس كثير يعانوا من اكتئاب يعني تقول لك بنتي ما فيها ولا شيء مشتهدة وطلعت الأولى على المدرسة وما شاء الله تطلع على إذاعة وفجأة ما صارت تخرج وما صارت تتكلم وما صارت تحب وبالتالي خلينا نوديها عن شيخ خلينا نرقيها هذه كل الأشياء فبالتالي حقل لهم الناس في العلم النفس الحديثة دارسين علم نفس بشكل عام منهم أنا أنا لما كنت أدرس في جامعة كنت أعطي ثلاثة محاضرات عن مسألة العين والسحر وهذه المسألة لأنه صح هذه مشكلة مشكلة ما ينفع كل شيء نقدر نقول عين وسحر وهذا ونبطل العلاج فهذه نقطة مرة مهمة لازم يعني نظهرها أنه إحنا مو بس نتسامح نتعاطف حتى مع الخصائي النفسيين إلا يشعروا بحساسية عالية لموضوع العين والسحر والجن هذه النقطة الأولى نقطة الثانية هي فكرة هذه لأنه إحنا مو شرط نختزل مو شرط يعني إما أو ممكن يعني يكون هذا وهذا يكون واو بينهم ما يحتاج هذا الاختزال يعني ما يحتاج نقول أنه يا يكون عين يا يكون والله اكتئاب وتروح المستجربة ممكن يكون اكتئاب وعين زي بالضغط لما أنت تأكل أكل مرة لذيذ وتكون قبلها صورت ونزلت في سناب شات وبعدين يجيك تسمه وتقول لك أمك هذا من عين الناس ما حد يحسنه يعني يحس عادي صح ممكن يكون عين صاحبة ولا عين عادي يعني ما في مشكلة وتروح المستشفى وتأخذ آيفي وتعطوك ممكن يكون اتنين مع بعض فهذه هي فكرة الإسلام كدين ما جاء عشان والله يخلينا دراويش كلنا يعني نعيش حياة مفصلة عن الواقع وحياة ميحقيقية وما جاء عشان نسيب قطيع مع العالم المادي لا إسلام بالعكس يعني الدنيا هي يعني معبرنا للآخرة والإسلام جاء عشان علمنا كيف نعيش في الدنيا في قوانين في فقه كامل ليش في علم اسمه في علم الفقه أما الفقه هو علم يعني ولا مثلا فقه الأسرة ولا يسموه فقه المعاملة الشخصية ليش لأنه هذا يساعد من نعيش في حياتنا فهو ليس في قطيع مع العالم المادي المسلم لازم يكون يؤمن أنه في عالم مادي وعالم غير مادي ويعيش على هذا النطاق على هذا الأساس فمثلا عادي راح يكون عنده اكتئاب وإقرأ سوة البقرة كل يوم ويأخذ حبوبه ما في أي مشكلة ويؤمن أن كلاهما له أثر هو أصلا يأخذ الحبوب من باب تعبدا لله وطاعة لله لأنه ربنا أمر بالاتخاذ الأسباب ربنا أمرك تتخذ الأسباب ربنا شرع لك الاتخاذ الأسباب فهذه نقطة جدا مهمة وأصلا يعني ربنا قال لكل دائن دواء علمه من علمه وجهله من جهله فهذا الجزء من التشريع الإسلامي أخذ الدواء وأخذ العلاج فأنت يتنم مع بعض ما في أي مشكلة حتى مسألة حتى مسألة السحر ممكن تكون مسهورة ومريض نفسي يعني يتنم مع بعض وحتى مسألة مثلا كثير الفصامة النفسي كثير يختلص مع الجن فيقول لك مثلا جن لا هذا ممسوس ما فيه له فصام طيب عادي نحن نسوه رقية فإذا هو ممسوس تخرج ما نعرف في النهاية ما حد يجزم هذه النقطة الأساء وإستخدامها الناس اللي يتطرفوا لجانب الديني مسألة أنه ممسوس سحر لا هو يعرف أنه فيه جن عشان مش ينمل ما درش كلمه الجن بس هذا في الحقيقة يعني في الإسلام الصحيح ما حد يستطيع أن يجزم أنه جن شفيله ولا سحر هذا أشياء غيبية حتى من ناحية دينية هذا أشياء غيبية هذا أشياء ما نعرف بالضبط نجزم نستطيع أن نجزم بها لكن نؤمن أنها موجودة نؤمن أنها حق موجودة في القرآن وموجودة في السنة فإحنا نستطيع أنه والله نتسامح مع فكرة أنه قد يكون عين سحر جن معه في نفس الوقت هي أمراض لها أدوية في دائماً تهمة الأسلمة أنه نحن نجيب علم غربي بعد أن نجي كده نلبسه ثوبه شماغة طاقية ونخليه عربي مسلم هل اللي قاعد يصير في حلم نفس السلام هو أسلمة لعلم نفس غربي متكامل؟ طبعاً مرّة في ناس كثيرة عندهم حساسين من موضوع الأسلمة يشوفون أنه هو يعني في بعضهم يشوفون يسيء للدين حتى يعني حتى في ناس يعني أحسبهم يعني من علماء الدين يروا أنه مشكلة أنه نقول مثلاً أنه أسلم بعض العلوم زي ما أوتلت الصورة المثالية عن النفس الإسلامي أنه يكون علم نفس من مطلقات إسلامية زي ما تكلمنا عنها بأدوات إسلامية هذه الصورة المثالية اللي احنا نبغاها ونتمناها ونسعى لها مسألة الأسلمة في طريقة في الأسلمة خاطئة واللي هي مسألة أنه أنا أدور أفتح أقرأ فرويد وأقول فرويد هذا يعني من أكثر الأشياء إلا مثلاً منطلقاتها غير دينية ما تشبهنا تماماً يعني وأقول وأدور آيات في القرآن وأقول هذا فرويد هذه أسلمة خاطئة يقول أصل فرويد إسلامي أصلاً طريقة التطور فرويد ما هو إسلامي وهذا غلط احنا ما نقول كده لكن فيه زي ما وتلك محاولات لما تكلمنا عن اتجاهات اللي بيشتغل عليها علم النفس في بعض النظريات اللي ما تعارض منطلقاتنا الدينية ويقال أنه بعضها منطلقاتها دينية يعني مثلاً زي علاج المعرف السلوكي زي ما تلك بعض علماء المسلمين قدماء جداً استخدموا بعض تقنيات علاجة فأصلاً في بعضهم يقال أنه منطلقاتها بعضها دينية فنأخذها وإذا فيها تعديل نحاول نعدلها ونستخدمها أو نستخدم أساليبها الإجرائية أدواتها ونترك الفلسفة القائمة على هذه زكرة يعني إلى حد ما مثلاً بعيدة عننا بس لا يعني أنا أتفهم الناس يتحسوا من الأسلمة بس عامل نفس الإسلام الآن الحالي بصورته الحالية بمشبودات بتصير فيه ما هي محاولات إسلامة فقط هل تتخيلي وضعتكم في الدول الإسلامية تمارس النفس الإسلامي بشكل بديه يعني يصبح هذي الكلام اللي قاعد نقوله كله ما من المفايد اللي إيه أكيد إذا إحنا مسلمين بالسرع النفس الإسلامي وهذا كيف ومتى ممكن يحصل كيف ومتى ما أعرف الصراحة هو يمكن يأخذ وقت لأنه زي ما أمتلك علم النفس الإسلامي ما يستطيع أن ينمو بدون إسلام والآن كل المختصين النفسين في العالم الإسلامي دارسين في الغرب وليس لديهم علم الشرعي مرة متبحر فإحنا نحتاج وقت طويل مو بس ندرس عن النفس الإسلامي ونكون عن النفس الإسلامي نحتاج أصلا حتى ندرس عن الشرعي فهذه نقطة جدا أو نحتاج أنه ندخل في حاضنات معرفية مع شيوخ وعلماء ونجلس يعني 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 كرسي بكرسي على مسألة مسألة ونصر له تأصيل وهذا يأخذ وقت فما أعرف إذا هذا الشي هيصير قريب ولا لا لكن أنا طبعا لدي أمل ولا كان ما عايش تسفدها المجال أنه مو بس هيصير هو البديهي هيصير هو حل قد يكون بديل وجيد ومحبب حتى لغير المسلم عادي لحنا في أمريكا ما في أي يعني ما في أي تحفظ ولا تحرج من مسألة وحدة تقول لك I'm a Buddhist psychologist ما في أي تحرج عادي وحدة بيضة ولا عمرها درست معالجة بوذية أي معالجة من يعني مستقية أدواتها من البوذية بس هي ما هي بوذية هي عادية يعني يعني تعليم بوذة والجمل حكم ومارسات عادي تروح لدرست مية في المية تلاقيها راحت الهند وتدربت في نيبال بس ما في أي تحرج من المسألة فأنا أؤمن أن الإسلام سيقدم يعني كمرجعية دينية سوف يقدم سوف يضيف لعلم النفس الحديث كما أضفنا سابقا في التاريخ وتكلمنا عن هذا الشيء فأحنا أيها أنا عندي هذا الأمل وعندي الأمل الأكبر أنه زي ما قلت لك الآن في العالم الإسلامي وفي الناس اللي يبغوه لأنه أنا أعرف ناس إلى الآن يبغوه محتاجينه الناس عندهم تحفظ ناس يعني مرجعيتهم دينية ناس يشعروا أنه حقيقة هما يبغوه الدين يبغوه شيء مرجعوا ديني فأنا هذا 100% من أنه هنخدمهم قريبا وحيصير متوفر ومتواجد وحيصير أكثر يعني تقبل في الساحة الأكاديمية والعلمية أنا حسن أنه حتى بغض النظر عن نوع المرجعية فإذا أنت كنت في مجتمع هذه مرجعيته من ألف سنة وإن شاء الله إذا أبد العابدين الصدام اللي ينشأ عند الفرد هذا اللي يروح عنده مشكلة أسرية مثلا ويروح إلى طبيب يعالجه بالطريقة الغربية أنت خلقت هنا صدام لا نهائي بين هذا الفرد وبين أسرته ومجتمعه للأبد إلى أن خلاص هذا الصدام ينتهي لنهايته المأساوية دائما فهل هذا ممكن يكون واحد من الحلول؟ ممكن يكون واحد من الحلول طبعا بس ثانية مرة أرجع أقول بس أحالة نوهم مهم حشانا قلت لك قبل حلقة أبغى أنوهه أنه مو شرط الآن المعالجة النفسي الآن اللي بيقدم خدمات نفسيه الآن في جدة أو في مثلا المملكة العربية السعودية أو في الخليج هو بيخلق هذا الصراع الكثير في ناس كثير تاني مرة لأنه إحنا أصلا دينيا نؤمن أنه الإنسان فيه خير ونؤمن أنه يعني والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم سبوا لنا هذا إصلاحك لنفسك جزء من جهادك الشخصي فكونك تروح لأخصائي نفسي بأدوات معاصرة هذا جزء من جهادك تحس بربنا ما هيشوف هذا الشيء هيشوف سعيك هذا فحتسير الهداية أنا أقول لي حتى لو رحت لأخصائي نفسي أنت كعميل إيمانك بأن الله هو المهدي وهو الهادي وهو الشافي وهو المصلح وهو المدبر لما أدخل لأخصائي نفسي بأدوات المعاصرة هتوصل أنا مرة مهم أقول أنه أنا لا أريد أن تصنع قطيعة مع الأخصائي النفسي نحن لم يصدقنا يوصلوا لهم فنحن لم أريد أن أصنع قطيعة لا إذا أنت شخص مرجعيتك دينية وتشعر بالتحرج من الأخصائي النفسي بأدواته المعاصرة أقول لك الحل تروح وتوكل على الله هذا التوكل على الله الوحد يعني يصنع عن العجزات أنا خصائية نفسية أمريكية ليس لديها أي مرجعية دينية لكن أنا لما أدخل وأجلس معاها استشعر هذا الشيء استشعر أنه هذه في النهاية خلق من خلق الله السؤال اللي حتسأله ربنا اللي حيثوقوا لي عن طريقها الرفلكشن أو التأمل اللي حتتأمل وتقول لي هو ترجع تعكس لي هو مشاعري هذا ربنا اللي عن طريقه بيصير عن طريقها بيصير فصح أنا برضو تاني مرة لا أغفل لا أغفل الحقيقة ما تقول أنه في بعض الناس يصنعنهم هذا الصراع وإحنا أصلا تعرف أنه إحنا لما نتدرب نقول هذا الشيء لما نتدرب حتى في الغرب يعني من أشياء التي كانت تقول لي هي البروفيسورة حقا كانت تقول لي أنه أي تغيية تصنعي في الفر يحدث فوضى في النظام وهذا النظام عائلته فإن أنت لما تمكن الفرد في كثير من الأحيان تدمر النظام فهذا الشيء يعني حتى الغرب يعني حتى الغرب يبواعين به هذا إحنا جزء من الحياة المعاصرة هذه الفردانية العالية جدا الفردانية العالية لها عواقبها يعني فلسفيا وفكريا ونفسيا في المجال النفسي وفي المجال الاستماعي نعرف آثارها وعواقبها ما له علاقة يعني فقط بعلم النفس وشيء ليس مختص فقط بعلم النفس شكرا لك أفضل سعيد أنه يعني فعلا يلهمني أنه يكون دائما لنسان عنده أمل في التجدد في الحياة والدخول إلى مناطق مختلفة ما بغي أكبرك يعني بس يعني أتممتي مرحلة مهمة من حياتك في موضوع وبدأت موضوع أخو بعيد بس يعني موضوع فأملهم بالنسبة لي هذا الشيء فشكرا لك والله شكرا لك وشكرا لهذا النقال جميل شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم أمل على هذه الحلقة عبد الكريم العدواني وأفنان العسراني في الأعداد في التصوير نايف شار في التحرير ريان بكيل وجميل عبد الأحل في التسجيل الصوتي خلود حربي والهند الصوتية يوسف براهيم في الإنتاج أيمن خالد ورزاند حيثم فيعطيهم العافية جميل وإلى لنلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير